مع ظلم وشاية المخبر السري والاعتقال التعسفي بدوافع طائفية وسياسية فإن ثمت معاناة أخرى تواجه المعتقلين العراقيين في السجون الحكومية فالتعذيب الوحشي والابتزاز والإهمال الطبي أصبح من أبرز سمات تلك السجون المكتظة بعشرات الآلاف من الأبرياء قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق رصد الأوضاع المزرية في السجون الحكومية المعلنة خلال الأشهر القليلة الماضية معكدا وفاة ما لا يقل عن ستة وثلاثين معتقلا أكثر من نصفهم فارق الحياة فيما تصفه السلطات الحكومية بظروف الغامضة للتهرب من حقيقة كون أغلب الوفايات داخل السجون هي بسبب التعذيب الوحشي بشكل شبه يومي وفقا لذوي الضحايا السجون الحكومية باتت تحوي أضعاف طاقتها الاستعادية بحسب إقرار السلطات الحكومية التي لم تعلن عن العدد الحقيقي للسجون والمعتقلين فيها بالعراق فيما وثق مرصد وفاة الحقوقي انتهاكات تعرض لها المعتقلون في سجن التاجي شمالي بغداد الذي سجل انحدارا خطيرا في مجال حقوق الإنسان نتج عنه ارتفاع معدلات الوفايات وحالات الابتزاز المالي دون أن تظهر من الحكومة أي بوادر لمراجعة الأوضاع فيه أما اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب فقد أعربت في نتائجها التي نشرتها بشأن العراق عن قلقها إزاء استمرار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المعتقلون العراقيون في السجون الحكومية العلنية والسرية يعانون من الانتهاكات اليومية بين الإهمال الطبي المتعمد والابتزاز المالي والنفسي أو الموت تحت التعذيب الوحشي وأحكام الإعدام الجائرة